دلوقتي حضراتكم هتقابلوا معنا في محافظة بورسعيد ملك صناعة الرنجة في مصر والعالم أو أسماك الهيرنج المدخنة الآن هو يدخل تحدي جديد وهو صناعة التونة في واحد من أعظم المصانع الآلية لإنتاج التونة في مصر والشرق الأوسط خليكم معنا بفيش حد في مصر كلها ما يعرفش الحج السيد حسين ملك ملوك تصنيع الرنجة في مصر والعالم وصاحب أشهر مصانع السمك المدخن برضو في مصر والعالم خمستاشر فورن جبار من هولندا بتسعة وتسعين برنامج للتشغيل وتدخين الأسماك حسب مواصفات كل دولة وبتنتج من 75 ل 100 طن يوميا رنجة بعيارات الدهب دي رنجة أبو السيد يا جدعان مش بهزر بتتائل بالدهب النهاردة بقى احنا بنزوره عشان قبل التحدي أيوة تحدي وصعب كمان إنه يأكلنا لأول مرة في مصر تونة بجد مش سمك السكيب جاك الرخيص اللي بيجلنا من برة في علب ويسموه تونة ويتباع بسعر ما يحصلش حتى تمنع بوته الصفيح هو باع عمل مصنع أوتوماتيك جبار آلي للتونة وعباها في كان صفيح عالمي يقدر يستحمل حرارة التعقيم أو جار إزاز حراري استورده من هولندا والغطى من ألمانيا وبيعب فيه فلته التونة الأصلي بعد طبخه أنتوا متخيلين بيعمل إيه؟ وبدع بقى تونة بالفلفل الأحمر وتونة بزيت الزتون وتونة بزيت الضرة وتونة بخلطته السحرية جبار بجد حبيبنا أبو السيد رجل صناعة الأسماك المدخنة الأول واللي عنده فوق الميث منتغ غذائي من الأسماك وخصوصا السلمون والهيرنج والمكريل والجنبري والتعبين والكفيار بأنواعه أو البطارخ مفيش سمك التونة تعدي في البحر الأحمر ولا المتوسط إلا ورأد لها هو ورجالته الصيادين العتولة يصطادوا ويوردوا لمصنعوا برسعيد ستار لا ومش أي تونة دي ذات الزعان في الزرقاء يعني اللي طعمها فضيع فعلا ويا سلام لما تعد على خطوط إنتاجه وتتنحت في صوصها الضخمة البيضة والحمرة وتتكبس كقطع ولا مفتتة وتتملح وتغرأ في الزيت الله بجد والله نجوات وخلي بالكم الحاج السيد حسين لوحده قصة نجاح عظيمة بدأت من تحت الصفر بكتير قوي وكلها صبر وكفاح واحترام للمنتج الغذائي اللي بيصنعه واحترام لزبونه وأجمل لحظاته لما بيلف بنفسه الرنجة المدخنة الدهب في ورقة الزبدة سمكة سمكة ويحطها في علبة ولا الجاتو عشان يحافظ على درجة بردتها يعني مش بيعبي في طبق فم متغلف بستريتش ومحطوط جوا كيسة سمرة زي ما بيعملوا البيعين طب تخيلوا لو شاف حد ماسك شنطة أبو السيد وجواها منتجاته ممكن ينزل من عربيته ويشكره ويسأله عجبك إيه وياخده يرجع بيه محلاته ويويلك بقى لأنه هيدوقك ميت منتج بجد راجل اسطورة تعالوا نشاركه فرحته بإنتاج أحلى تونة في العالم وبلا منافس أعز أفهم الحاجة سي الدراسة الجدوى اللي قامت عليها صناعة التونة عنده ملفينا على مصانع التونة كلها وشوفنا مصانع التونة بتشتغل إزاي تمام وأكبر مثال اللي احنا طبقناه هنا اللي هو البرنامج التونسي التوانسة عندهم 12 مصنع تونة عندهم صناعة مكتملة من التونة 12 مصنع تونة؟ 12 مصنع تونة ده عدد كبير يعني؟ أيوة فندم ده 12 مصنع تونة دول أنا عاوز أقولك أن تونس التونة بتعمل دخل 8% من الدخل القومي من ساعة التونة نفس التونة بتاعتنا دي؟ نفس التونة بتاعتنا ونفس الماكانة بتاعتنا ونفس الدورة بتاعتنا بس هما بشتغلوها صناعة مكتملة إحنا في مصر هنا ما عندنا صناعة مكتملة يعني هما بيعملوا عملين علب الصفيح عملين مصنعات اللي علب الصفيح عملين حضرتك التونة دي بتهلك 70% من جسمه جسم التونة دة 70%؟ 70% من بطلق هذا 30% هما اللحم به sort 30% من جسم التونة هو ده اللحم اللي المستهلك بيأكله السبعين في المئة دول ظاهرياً ما يهموش المستهلك لكن يهمو الصناعة السبعين في المئة دول أفندم بيطلع منهم زيت الأومجة بيطلع منهم البروتين بيطلع منهم حاجة اسمها فيش أمولشان مخصب زراعي؟ أيوة أفندم مخصب للأرض طب أنت حرك ليه ما عملتش ده؟ لأ إحنا أكيد عملت دراسة جدوى قالتلي الكلام ده أعملنا مصنع التونة ومصنع مكلف إحنا عملنا مصنع التونة وحالياً بنعمل في مصنع الزيت والمسحوق اللي فيش أمولشان طب ممتاز يعني أنت بتكمل الصناعة؟ بنكمل الصناعة طب ده هينعكس في علبة التونة طبعاً هيقلل تكلفة علبة التونة هنقدر تنافس اللي جاء من بره؟ هنقدر ننافس العلبة اللي جاء من بره ده بيجيبها ب14-15 جنيه من بره هتقدر تنافس؟ بتكملة الصناعة هننافس العلبة اللي بتيجي من بره لكن علبة التونة الوحيدة لا ما نعرفش النافس طبعاً بالمناسبة الحج سيد حسين مصنعه ببورسعيد عبارة عن صلاة ضخمة فيها 15 فرن عملات للرنجة ومن المصنع برضو بيطلع أكتر من 100 منتج سمكي مصنع والهولنديين قاعدوا يركبوا في خطوط المصنع 40 يوم وعلى فكرة ده أول مصنع مصري يمتلك خط آلي كامل لتصنيع التونة بأنواعها بداية من دبح التونة وتبخاها في حلل ضخمة وتشفيتها ونحت الفصوص وكبسها في العبوات وتعقمها وبيتطبقوا في المصنع أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء وخلي بال حضراتكم فرق الهائة القومية لسلامة الغذاء اعتمدت المصنع من الزيارة الأولى صناعة زي دي أنت رائد عمل فيها أنت من أول الناس اللي دخلت الميكانة في صناعة التونة أنا شفت مصنع قبل كده هنا بس ما كانتش مميكان أيوة لكن حراك عامل ميكانة كاملة لصناعة التونة أيوة تمام؟ نحميك إزاي؟ أنت صناعة عطنية بتنشأ وممكن على هذه الصناعة تنشأ عشرات الصناعات يا فندم برضو هرجع وأقول التوانسة تجربتهم إيه؟ التوانسة عاملين فرض للتونة عاملين علىها رسوم إغراق مفيش في تونس علب التونة مستوردة 300% 300% رسوم إغراق التوانسة يا فندم الدخل 8% من الدخل القومي وهما 45 مليون طلع من علبة التونة أيوة طلع من علبة التونة إحنا أكتر من 100 مليون هنسوي كام في الدخل القومي هنشغل عمالة إيه؟ لما تشغل أنت في صناعة التونة هتشغل 2 مليون عامل عمالة مباشرة الناس بتصدر بتاخد دعم صدرات على التونة أنا مش قادر أصدر التونة بسبب أن أنا ما عندي صناعة مكملة لها لازم بصناعة التونة في مصر الدولة تبص له وتحت اسم أبو السيد أيوة عامل كم نوع تونة؟ حوالي 12 نوع تونة 12 نوع تونة 12 نوع تونة عندنا تونة في زيت الزتون وبالفلفل وبالشطة وبالزيت النباتي عندنا منها أحمر وأبيض عندنا منها قطع وعندنا منها مفتت وعندنا فليتو اللي هو في الجار مؤخراً عملنا فروع للمنتجات دي أقول لك حاجة عشان الناس تعرف الماكنة اللي أنت جبتها عشان تفتت الشوك بتاع التونة عشان تعمل التونة الإسبريد دي كلفتها كام؟ كان اختراع أنت أول مرة تخلي شاكات العلمات تعملها تقريباً في حدود سبعين ألف يورو سبعين ألف يورو عشان نعمل وده من أنجح منتجاتك النار من أحسن المنتجات عندنا الجودة العالية قوي أنت بتعملها لقلب التونة بتاعتك الشباب والبنات عاديين بينحاتوا فصل السمكة يا جماعة ده نحت طيب هل ده السوق المحلي مش مقدروك؟ السوق المحلي يا فندم ليهمانا السعر بس يا فندم السوق المحلي بيبص ده الطعم حتى مختلف بتاعك يا فندم السوق المحلي بيبص ده منتج مصري ده لأسف ده عقدة عندنا إزاي منتج مصري وإيه بأغلى من المستورة إحنا عندنا التقنية عالية إحنا بنصدر العالم كله مش كده؟ يا فندم إحنا بنصدر هنا بنصدر الرجل للعالم كله 80% من السوق المحلي الرنجة بتاعتك إنت لما جيت من السنة اللي فاتت إحنا كنا 60% من سوق الرنجة إحنا النهاردة أكتر من ثمانين في الممسيق الرنجة إحنا النهاردة موجودين في خمس ولايات في أمريكا وربا كلها بتاعتنا الرنجة النهاردة عندنا وتنجلست وكان ده حمل أديبه عشان أستلم منها كنا أخده بعد أديبه لا تقف الظهر ده كان حمل علينا عشان نطلع بمصنع الرنجة ده وإن إحنا نعرف نصنع الطاقة ديا لا إحنا برضو دخلين في نفس الموضوع في التونة بس التونة بقى عايزة مساعدة أنت رائد عمال في صناعة التونة من أول الناس يدخلت للميكانة والصناعة ودربت الشباب أديهم دهب ويبين حتى الفص بتاعتون عشان يخرج علبة كويسة لما تيجي تروح مثلا أحد الوزارات الهامة جدا تقول لها لو سمحت حميني أنا عملت مصنع وكلفت وبطلع منتج وطني والمنتج الوطني ليه حميته بكرار إس جمهورية المشكلة طب ما أنت هتحتكر أول ما أقول إن أنا عاوسكوا تعملوا رسوم إغراق على التونة هو أنت إيه المشكلة في أن أنا أحتكر وأنت أفكر أن أنا لما أكسب في علبة التونة 10 جنيه الناس المصنعين في مصر هيسيبوني ده أنت في ظرف شهر لو أنت قلت أن أنا ألف مصر هيتعمل تونة دي صناعة مكملة وهتشغلك 2 مليون عامل حميني المسئولي بتاعت صناعة التونة في مصر وأنا أشغلك 2 مليون عامل الحاج السيد حسين أساسا أسرته من زفتة الغربية وتنقل لبرسعيد سنة 1956 وبدأ حياته العملية وعمره 8 سنين كعامل بسيط جدا لكن اجتهاده وشغله وزكاؤه خلاه من أهم تجار السمك في ببرسعيد وخلي بالكم ده اشترع محل في السوق لأول مرة وعمره 12 سنة بـ 28 ألف جنيه ولما وصل السيد حسين لعمر 18 سنة كان بقى واحد من المعلمين بجد في سوق السمك محل وعربيات نقله بضاعة وسمك مستورد مجمد وخصوصا في الشتاء وطبعا نصايح والدته ربنا يديها الصحة دايما بترن في ودنه لازم تبقى أمين وقلبك جريء وما تخافش في التجارة وزكي من مالك على قد ما تقدر التجارة مع ربنا عمرها يبني ما تخسر كما تقول لنا كده الحاجة بالسيد بيصنع إزاي قلبة التونة شرح لنا انت كده إزاي وأنا هقطع عليك بالصور ويفرج الناس إصطنع عندك عاملة إزاي التونة بانديم بتيجي من البحر بنصنعها بنتبحها زي ما انت شفت حضرتك دبح بنشيلي رقبة ميكاني زي ما انت شفت بناخدها على الطبخ احنا عندنا زي ما حضرتك شفت ثلاث حلل ثلاث مستويات وغد التمانين كيلو احنا بنخط التونة دي بتتطبخ جواه وبعدان بتطلع على قسم التشفية زي ما انت شفت كده بيشافي طلع الفيلوتو الواحده وطلع الجناب لوحيدة وده الواحد وده الواحدة وبعدين تخش على قسم التعبئة زي ما انت شفت المكن والشجار والكلام ده بتعبى كله أوتوماتيك التعقيم ده برنامج للعلبة ال 185 لها برنامج عشان تخصى لها ثلاث سنين انه عندنا 180 وعندنا 130 وعندنا الشجار اللي هو ال 185 يعني مش علبة بنعباه خلاص لا 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 صناعة كبيرة قوي لا صناعة كبيرة وكل حاجة ولاقى البرنامج بتاعها كمية الزيت اللي بتتحط جوه العلبة بتكلفك اديه حسب تحب لكده ايوه يعني العلبة الواحدة بتاخد زيتها اديه بتبقى غرقانة اه بتاخد لحدود اتنين جنيه زيت اتنين جنيه زيت اه وتلاتة جنيه ونص عبوة تلاتة جنيه ونص عبوة وبيستورد العلبة من بره بستة جنيه قولي بالله عليك بقى التونة اللي فيها هنا بقى تيجي بقى الصناعات المكملة الهدف عند المستقلك قلبة التونة هو اللي يهمه انا هدفي المسحوق والزيت والفيش قبلش هم دول اللي يخلوا قلبة التونة تنزل خلي بالكم الرنجة على فكرة في مصنع بورسعيد ستار اللي بنتجها حبيبنا ابو السيد ليها ثلاث عيارات في اللون وعشرين واربعة وعشرين والكل عيار سعره حسب زوق كل دولة ومن اشهر منتجات الحج السيد حسين التصديرية كبدة التونة ودي علبة صغيرة فيها حتت من كبدة التونة في زيت الزتون وهي من افضل مصادر الطاقة والنشاط ومليانة اومجا سري وامجا سكس وقلبتها زرقة والتونة السبريد بتتفرد زي الشوكولاتة في السندوتشات وطبعا الكافيار بانواعه واول مرة نشوف عنده مكريل مدخن وسلم مدخن وتعابين مدخنة وبطعم ولا اروع قريب جد طب كان فيه اتجاه كده في بعض مشروعات الانتاج السمكي الكبيرة جدا وصالة بتنفذها الكوات المسلحة نم هيعملوا مصانع للتونة ياريت يعملوا نحنا عندنا طبعا في كفر الشيخ مصانع يا فندم انا متهيال ان الدولة لو عملت مصنع تونة هتعرف تحميها كويس هو لما هيعمل مصنع تونة هيشغلني وهيخلي الناس كلها نفسها تستفتح نعمل مصنع تونة عاوزين حد يعمل مصنع صفيح علم الصفيح بدل ما استوردها من بره واللي عنده لان للأسف احنا مش شايفين بعض اللي يعرف يعمل علبة التونة بنفس الشكل لحاجة سيد عايزه يعيخ اتصل بي وقول له انا منتجها هتوصل لنا في علبة التونة بدل ما احنا منستوردها من اسبانيا فندم علبة التونة طب عارف مواصفات بتاع العلف عايز ايه في المسحوق كل ده فندم دراسة الشركة بتاعة الدو عايز اجيب بزيب بتاعها كل يا فندم ده دراسة موجودة عندنا دي اللي مبنى عليها المصنع انا عايز اقول لك ان من اهم المنتجات اللي احنا خلينا نبص لصناع التونة هي الفيش اومولشان حضرتك تعلم ان احنا عندنا احنا الزراع اه زراع احنا الطن الفدان كان بيعمل اتنون طن ونص الفدان اللي عين عبد زبا تحكد ايه النهاردة لما بنرمل الفيش اومولشان الانتاج تكاصر ثلاث اربع اضعاف مصنع مخلفات التونة واللي هيصنع 70% من جسم سمكة التونة هينتج منه الحج السيد حسين دهب بجد زيت اوميجاسري ومسحوق بروتين عالي جودة يعدي ل 62% ومغزيات زراعية بالضعف الانتاج الزراعي من 4 ل 5 مرات وده امله لخفض سعر تونة ابو السيد العالمية عشان يقدر ينافس ويكتسح اسواء العالم وخلي بالكم التصدير مستهل الاسماك وعنوانه الجودة في المنتج والتغليف المبهر والسعر المنافس تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان يرسد قصة نجاح الشاب محمد قدري في تأسيس مشروع رانشو ايجيبت المتكامل للانتاج الحيواني والذي ينتج ارقى قطعيات اللحوم العالمية من العجول البلدية والتي يقوم بتسمينها باحدث برامج التغذية العالمية ويخضعها لبرامج رعاية صحية فائقة الجودة اشتركوا في القناة